للسنة الثانية على التوالي يقام معرض غريب في أعماق البحر الأحمر وفيه تعرض صور فوتوغرافية لمصورين إسرائيليين محليين بطريقة ملفتة للنظر وغريبة الأطوار ويدعى هذا المعرض بكنوز البحر لعرضه صورا رائعة الجمال على خلفية الطبيعة المائية الخلابة أعتقد أنها أكبر توجه سابقا على بشراء طبيعي rutزقتية في مكانات الشمسوعة الجمال على البعض veure من البحر الأسنة على بأرض في مكانات الشمسية أدوما في حجار مجاربنا ولكنهم لم يكن تنظر في مكانات الشمسية انها شيئا مختلفة سابقا ويطر تنظر بكامال تقريره لكيقال ترانيليين ترانيليين عيوات الأحيار وكترك محليين وما ترانيليين لتعرض أما الزوار لهذه المعارض فسيزرون هذه المعارض عن طريق الغوص وأكد منظم المعارض أنه ليس من الضروري أن يكون الغطاص مهنيين لرؤية المعارض أما الصور التي يتم عرضها هناك فقد أخذت قبالة شواطئ إلال وشواطئ أخرى في العالم المترجم للقناة